أقدت اللجنة العليا للقبول بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة عدن اجتماعها الثالث برئاسة الدكتور محمد عقيل العطاس القائم بأعمال رئيس جامعة عدن لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بترتيب وتنظيم الامتحانات في الكليات الخاضعة للسنة التحضيرية ونقش الاجتماع الأطر اللازمة في عملية الامتحانات بكافة كليات الجامعة كما تم مناقشة القضايا المتعلقة بعملية القبول والسماح للطلاب الذين لم يوفقوا في القبول بالكليات الطبية للعام الجاري التسجيل في البرنامج ودخول امتحانات القبول للسنة التحضيرية هذا العام وفي ختام الاجتماع توجه أعضاء اللجنة لتفقد الكليات الطبية مشيدين بانضباط اللجان التنظيمية ومستوى جاهزية استقبال الطلاب